اشتركوا في القناة 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 هذا الشيء تكلف به القضاء هذه العائلة هي أم والزوجة والزوجة المريض بالإيباتية السي لا أعرف رسوه سيبقى حي ولا يموت من النشوير القدام وقد عمرناها بيد الله ولكن الحالة صعبة هذه الأم تعاني من مرض سرطان الرحم هي تدوين معنا دابة وكلها نازيف لا حاول ولا قوة إلا بالله باتوا دوزوا 24 ساعة بليلها وبنهارها في البرد والقص وشتا هنا وعرفنا البارح كانت تسوقات مطارية بمنطقة الضار البيضاء أنا باقى ما قدرتش نفهم أو نستوعب هذا الشيء كيف هذا الإنسانة مولة الضار من حقها دارها وكل شيء تعطلت عليها بست شهر دي الكرة كان ممكن أنها تلقى معكم شيء حاجة أو شيء نقولوا تساهلات بينما تردوا لها الكرة قلت لي أنت شحال من عمون تي كارية عندها أنا عم وست شهر أولا عم وست شهر دائما كتخلصي دائما كتخلصي دائما كتخلصي أولا كنشكر أشواق اللباء والنيداء وجوا بأسرع وقت من أنت تحمل الصحافة همال الصحافة الوحيدة اللي جات عندي وعتبروني وجوا عندي كنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا أنا أختي عام ونصوى نساكنة عندهم كتخلصي دائما كتخلص كنخلص كنخلص الكرال ما أده ولكن دوره في قاهرة ستشهر ما خلصتها ما نقدرش ما نقدرش ما خلصت قلنا هالدوره في القاهرة قربيل من المشاهد أنا عندي سرطان من الرحم وعندي الوراق عندي البروف كاملين وده بقى أنا أنا أمورة جيدة بلني بغى يجديني سبيطاري يجديني شبنيت عندي ما زوج دي هالكتوى عندهم لباتيتسي والدراري عندي عندهم مرض جلدي ديال جلت السماكة كي يديروا حطر يطمو خاصهم يديروا قابي ماذا الحياتي يديروا روح خنكون شد مارش نبشتر ما نقدرش على هالشي كامل أنا عشر سنين ونفس بيطارات حسيت من اللي خرجوكم وقدامك ولداتي تخرجوكم تيجروا عليك شنو؟ حسي زمال حقراء أخي زمال حقراء أولادي مرضو مرضو مرض نفسي ولو كدي رصبا عفوثني مش ميسمعوش لغوات حسي زمال حقراء حسي ما كنت كش هاجد يا الأمن اللي غد خليني يستاخر شحد اللي غد يعطف علي شحد اللي غد يبيت لي عنده علي لما كينش ولي غيقولي يا العائلة ما عنديش العائلة صاحتي وشيبي صافي كش لاعين بيتني عنده بتحليل ولا نهار وانا طلحت للزنقة بتصر 24 ساعة في الزنقة 24 ساعة اللي بتصف الزنقة جلقين دانية كل شي خلينا ملقي الدعبة ما فهمش شختي 24 ساعات جيران ما عندكم جيران هاد المراومولة الدار أصلا وشي محتاجاها بغي تسكنها ولا يعني بغي تكريها ما محتاجاهاش غير بغي تكريها وقعتك ما خلصتون يش غتخويها من حقها تخلص ولكن شرحوا لي هالظروف ديالة ربما متعتكم بغي تكريها شراحة لاركت كان كون مركباتي وورا شي فاني كان ركبتي وعندي نيت الكبدات الكلوة اليسرية كانت منفخليها مع البرد كانت تحصر حاشاكم من البولة حتى كان ديرتيو شين موروزكو كان ركبتيو وعاد باش كانت تسرحي يومين تلتيام ساسي مركب قام مركبها رعندي الوراق عندي تصاور ديتتيو باش كان كون مركبها واني باش باركت عندي ساق دير ورق دية السباة تحصير خرجتك هتجي شحي علينا يوميا 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 كجي من نمرة كبيرة كيز قولك أن طيح عليكم روحنا ميغاس بركينا ومتلكم انتصيفتكم كلكم للحبس وانا أولادي مردو نفسيا وضارها هذي كرا من حقها من حقها نمبغاش نديرها رزقها ماننقرها مكيناش الانسانية لا يمكننا الكثير من الانسانية ماذا تقول لك زيدي؟ زيدي فحك ماندير عش معنا لكونترا لديكم عند السمصار اللي كاريلينا لديكم تشوفوا تسلحوا اللي عند السمصار اللي عنده دابة تشوفوا الحويش اللي باقينا عنده بعث كل شي بقى عندي لا سدادة اللي فراش عندي دوك الحويش المنطب شو دابة أنا بقيت الله كريم أنا مريدة فأنا اي مراجدة ما أقسم بالله لا اي مراجدة ما أقسم بالله نوجة عنها البره اللي الكامل وأنا في البردنايا والله لا هادي ما أقسم بالله ما يجو 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 نصب يطروا شوفوا هالشي إلا اي مراجدة با حيبوا حشو ما أبقاش لإنسان يبقى تشي وادي أقل على كلها جدة كلها احد فك أنا مش مشكلة أنا عندي الأهم ودراني الصغار مرضو نفسي يلباع بجرين علي وأنا مريدة قال أقسم بالله قال يا ماما جينات ترى في الكرايا أقسم بالله أقسم بالله وأصدق لي من وصل الش الوليدة لديه خمس سنين أقسم بالله قال يا ماما بيهر في الكرايا أقسم بالله أصدق لي من وصل الش أقسم بالله تطلبت فرائلات مجدداً في الأيام قال يومي الأحب يسئت بد على الله يسئت بد على ربيت من أن يقوم بت شهاد أليو الول لكي تشهد إن شهره كلام VERY أعلي الله العادم سولى لقد قال يومي الأحب تسيت بد على الله شغلت حظة أنا اصلا مرت نفسيا يصبح تشهد جداً وقال خدري دي الخمس سنين قال يا ماما يالحفرع اللي لاي الله محمد رسول الله كأن ينقيم الرسول هناك الكثير من محافظة ولكن لا يمكن أن ترسل كثيرا السنين تقدر لا ترسل كثيرا مهمة يزال وقال قليلا لذا كان يجب أن يزال لا أريد أن نأكل فرزاقها. نحن في الإنسانية. أمه وراجل أسره ووجوجه وليدات. وجارك رغي يدقع لك وغد يدخل. شايف وصداع شايف وكل شيء ما كانش لعقل عليك أختي. هل أنت ممزينة؟ لا أعفل. هل يوم المدرسة؟ لا يومني. لا يومنيا. لا يوم يا فراشتو. وحدت الموامر وكلست هنا. نعم. نعم. لا يومنيا. لا أصبح إليكم آية تقلق تغيير. أصحاب الحسنات. قال يا نعمند cutsك مانطق. لم أجمعانكة. كنت اشجائك من هنا. بلاه طبخين بلاد سلائن بلاد اطراعي الداري كتير عندكم اموك وعندك خدسك. قال يا حدي قصك من هنا. قالت لي انت قصة انا عندي شي حاجة لكي نغطي في ولادي. قال انت عندك قصرة انا عندي شي حاجة. قالت لك حدي قصة انا عطل البوليس اعطل القيد عطل جين معارش بحيان معارش شنو كين. شنو واقع شنو مكينش. واسرة مشرادة جنت علي امو لك. شنو كين جي ميات جواعد. شنو كين. كنا يعلم حق للقبل وون العقاة major جين وعيستabe سأنا رغمي dual كمكن القلبة أنا أتفرقع وراء بزيف والله ينحشوا أمام الزيف إلا جي العصاب أحنا أولي العطاق أطلب أختي اليوم أشيك أطلب عاش الشي محسنين يعونونه عافين يباتوا أنتراري راش أحويش ملبس الدوم لي راش أحويش وله أنا قلست حدك دبو جي أنا خبرك أنا ببادر ببادر باريطان ما عنديش يمشي قدر بعلك ما عنديش ما عنديش كانت من ناختي سنة أريسة لديك تكون واضحة يوصل المسؤولين خصوصا القيدة لهذه المنطقة شوفوا فيهم بعين الرحمة أعطيهم بعدها غيبة شي تغطى ورم القوش فيهم الخدمة ذلك أمن المواطن حماية المواطن وش هذه هي حماية المواطن تخليه في الزنقة في العرق لا مانطا لا جوج ربما هذه في الليلة هذه المنطقة حتى بقي دي الله أتعمار بلكسكيرية بشمكرية بأي حاجة بغيت يجي غيقت ولا كلب سعر أنت على الزنقة سيعددك وتولي أنت وليتي في مشكلة تقري والله في وجهة المسيدة رأى مريضة عندها كونسير دي الله الرحم رجل هاته هو رأى ماشي حسن منا رأى عنده لأيباتيت السي وعباد الله عنده التهاب الكبد السي رأى مخصوش يشوف الشمس قال يكت كان خدم في التاكسي وباقي كعاني باش يخدم في التاكسي ومستكسي ماشي دي الله واش دا بغي مشي خدم في التاكسي ويخلي مرت ووليدات وفي الزنقة الوليدات سافي بح مدرسة واش هذا هو الحل الحل السيادة القادي اه سيدي القادي من اللي نحيد هذ المرأة عندي ونحيد لها عشرة وطامنانا تهي ينهز ونقول لها كي الأسامي كي نشي شي بلاسة أو شي جمعية أو شي بلاسة ما شوقيش أنا شي مركز يجمعوا في هذه العائلة بما قدروا يوقفوا على رجليهم هذه ليست أم قريش ومخدامة سينام في غمير كتاب عليها المكتوب مرضات قلسات من الخدمة الأب كذلك ومثال نحن دابت ندويه معكم وسنطلبوكم بقلوبنا وسنطلبوكم بفمنا وسنطلبوكم باش ما بغيتو أنا مزاوقة فيكم هذه رسالة المسؤولين أما رسالتي الثانية هي رسالة المحسنين اللي هم الصراحة عمرنا ما دقينا بابهم أخوه وبينا نتعاونوا مع هاد الأسرة اختصاناء ولداتها زوية ونين تبارك الله ما شاء الله في الزين والزوج ديالها ونحيي الزوج ديالها ونحيي الزوج ديالها لانهو ما تخلاش على مرته لانهو حامل واحد كيوصل له هاد شي ما كيقدش على المسؤولية وكيهربوا كيقول لها شدي الدراري أنا ماشي سوقي كان بغيو نحييه وعفوه من هاد المنبر وهو راه ما مخبيش هو شاد وليداته باش ما يبانوش في الكاميرا متى هو كان بغييدوه ربما النداء ديال الاختصاناء ولا النداء ديالي راه كافي شكراً لكم على تتبع الفيديو كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا حمزة بقنادل اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة اشتركوا في القناة